بعد مفاوضات استمرت لساعات وافق وزراء مالية دول منطقة اليورو على تمكين اليونان من حزمة انقاذ مالية ثانية بقيمة تبلغ 130 مليار يورو من شأنها تجنيب البلاد الغرق في الإفلاس بعد اجتماع استغرق ثلاثة أو أربع عشرة ساعة توصلنا إلى اتفاق شامل يتعلق بالبرنامج اليوناني نبدأ يومنا بخطة تقليص دين بنسبة 120.5 من اجمالي الناتج المحلي وبالتالي هناك تطور حققناه البارحة وسيجعل ذلك اليونان في وضعية أفضل لتطبيق برنامج طموح تمت مناقشته على مدى الأسابيع القليل الماضية من جانبها التزمت اليونان بالاستجابة لشروط دائنيها في القطاع العام وستتيح خطة الأنقاض تقليص الديون اليونانية بنسبة تزيد عن 120% من اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 مقابل 160% حاليا المفاوضات استمر طوال الليل دون أن تهمل قيمة سنتيم واحد لكن سنرى الآن إذا كان الاتفاق سيلقى القبول الحسن أم لا في شوارع أثناء ترجمة نانسي قنقر